أهلا أحبائنا مشاهدينا احنا تكلمنا عن تعريف السلام وأنه مصدره مصدر إلهي السلام طبعا موجود في صفحات الكتاب المقدس يعني واحدة من القصص المهمة جدا أنه بعد الطفان نوح قدم ذبيحة للرب والرب يعني دخل في مثاق أو في عهد وهذا العهد أحبائي من خلال علامة والعلامة هو قوس قزح فدائما كتير لما بتمطر أو بتشوف مطر وهيك صاحية بتشوف بعض الغيوم بتشوف قوس القزح هذا القوس القزح والألوان المتعددة بذكرنا في محبة الله بذكرنا في علاقة الله مع الإنسان هذا المثاق بصراحة مع كل البشر يعني قبل حتى إبراهيم أو موسى وهذا المثاق بذكرنا إنه الله خلاص مش راح يدين الأرض مرة تانية بالطفان العالمي إنه يغطي كل الأرض فإذن عهد سلام ومثاق سلام فمشان هيك الكتاب برضو بيتكلم عن عهد السلام ممكن أشارك في الآية بعد قليل فالله برجع مش بس في خطية آدم وحواء الله بيرتبط من خلال الذبيحة في مجيء الفادي يسوع المسيح الله ارتبط مع الإنسان حتى في مجيء التاني إنه ينشر مملكة البر والسلام حتى في أيام نوح بذكرنا من خلال قوس القزح إنه الله فعلا مش راح يدين الأرض مرة تانية بالطفان ولكن في آخر الأيام بيتكلم عن النار عن العناصر ستحترق في الدينونة طبعا قبل مجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد الله طبعا يعني بيتعامل معنا بطرق عديدة فمثلا حتى من خلال الذبائح ذبائح موسى واحدة من الذبائح المشهورة هي ذبيحة السلامة peace offering هذه الذبيحة طبعا إلها مواصفات في تقراها فلاويين إصحاح سبعة ولكن باختصار إنه هايدي الذبيحة ومع كل مواصفاتها العديدة هي بكل بساطة في سلام كأنه بسبب الدبيحة صار في سلام وصنع العهد يعني أي عهد في العهد القديم يسمى عهد سلام مثاق يعني بيدخل الإنسان فيه مشان هيك موضوع السلام موضوع مهم جدا فالسلام لما بنقول مصدر إلهي لأنه مصدر إلهي لاحظ كلام يسوع في عزة تعالى الجبل قال طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون وهي كلمة شاملة على فكرة كلمة عامة إنه أبناء الله على جميع الناس لأنه بطوب كل واحد بحب السلام وكل واحد بيصنع سلام ولكن في شيء كمان تخصيص لأنه شيء طبيعي أبناء الله منهم أبناء الله مكتوب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه فإذن هؤلاء الذين قبلوا واختبروا خلاص المسيح شيء طبيعي اختبروا السلام فلابد أن يصنعوا السلام في كل مكان فيصبح عمل المسيح هو عمل المؤمن بشانيك أحبائي يعني موضوع طويل ولكن بحاول أوصله بقدر الإمكان باختصار ترجمة نانسي قنقر